تنضم إلينا من باريس بلقيس النحاس مراسلة الغد إذن بلقيس قبل نعقاد المؤتمر كيف تبدو طرحات الإليزي فيما يتعلق بالأهداف والمخرجات الخاصة بالمؤتمر نعم هيبا اليوم في الساعة السادسة والنصف سيبدأ المؤتمر المساعدات لدعم لبنان سيكون رئيس إمانويل ماكرون بالإضافة إلى رئيس الأمم المتحدة أنتونيو في السادسة والنصف لينطلق هذا المؤتمر المرتقب يجب أن نذكر أن الإليزي قد صرح الباريحة أن أهم أهداف هذا المؤتمر هو تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي في الفترة السابقة منذ التاسع من آب حيث نعلم أن المجتمع الدولي بعد حدوث التفجير في مرفع بيروت قام بعقد مؤتمر طارئ في التاسع من آب وتم جمع حوالي 250 مليون يورو لمساعدات طارئة قدمت للبنان اليوم سيتم بحث كيف تم تقديم هذه المساعدات طرق توزيعها كما نعلم أن الأمم المتحدة قد قامت بالإشراف على توزيع هذه المساعدات عن طريق الصليب الأحمر بالإضافة إلى الجيش اللبناني ومنظمات غير حكومية يجب أن اليوم أن يتم عرض هذه المساعدات كيف تم توزيعها وتقييم المرحلة السابقة طيب الانتقادات الفرنسية إليزي قد صرح بأن أهل بلقيس الانتقادات الفرنسية للأوضاع السياسية في لبنان إلى أي مدى يمكن أن تنعكس على طريقة التعامل مع المساعدات المادية المنتظرة من فرنسا نعم بالطبع سينعكس هذا الأمر على طريقة طرح المساعدات من قبل الحكومة الفرنسية حيث أن اليوم كذلك من أحد الأهداف هي تقييم الاحتياجات لتلبية الاحتياجات التي يحتاجها لبنان خلال الفترة المقبلة في السابق إمانويل ماكرون قبل هذا المؤتمر قد اتفق مع الطبقة السياسية في لبنان أن تقوم بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما ليتم تباحث كيف ستتم المساعدات وفق خريطة الطريق التي رسمتها فرنسا لمساعدة لبنان حيث أن إمانويل ماكرون كان قد قسم المساعدات إلى مساعدات إنسانية إغاثية بالإضافة إلى مساعدات بنيوية في البنية التحتية اليوم للأسف الإليزيغ البارحة قال أنه سيقتصر من خلال هذا المؤتمر فقط على المساعدات الإغاثية والإنسانية ولن يكون هناك أي مساعدات بنيوية إلى حين أن تشكل الطبقة السياسية في لبنان حكومة قادرة بعد تشكيل الحكومة أن تكون كذلك قادرة على إجراء الإصلاحات ليتم التباحث فيما بعدها إذا كان سيكون هناك بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المساعدات للبنية التحتية شكرا جزيلا لك من باريس كنت معنا مراسلة الغدب القيسة النحاس